الإخوان والأخوات المحترمون والمحترمات فمعروف علينا أننا ننتقد دائما ولكن كي لا يتحسف علينا أننا كنت ندرغي المسائل كنشوفه بأحد من درسة ودوية في البرنامج كنت أجبتني أجبتني كثيرا وقاتوا لي ودوروني كي نعضل عليها لا نتعدش بأحد ثمانية أو العشرة دقائق كنا نحسف بأحد الضيق من تحديد المشروع النقص الجالية نقص السيد المنيون الجالية ونحن نعطي المعلومات التي تخص مسائل المخاصة ونحسف بأحد الضيق كنا نقول كيف كان البرنامج معنا أو ضدنا كيف كان البرنامج المغربي كنا نقول يا ربي مثلا من الناس للجنة الخارجية والدفاع أن نتنقش هذا الموضوع ونرى المصلحة وفعلا هذا المشروع قانون في اللجنة الدفاع ورئيسة اللجنة أشكر الله لم أكن أعرف حتى أنت ماء السياسي فأشكرها هي و جميع الناس الذين كانوا في هذه اللجنة كلهم باسمه وصفته أعطوا ملاحظات أن هذا المشروع سيضر سيضر المغاربة يرجع هذا المشروع بخصوص الملخشة والتفحص من بعد أن تتعرض على مجلس النواب كذلك رئيس مجلس النواب ومشكر والبرنامج كلهم معرضة أغلبية ووافقوا بالإجماع لأن هذا المشروع هذا هذا المشروع سيرجع وسمعوا معي هذه القادية ونكمل معكم بخصوص مشروع القانونين التاليين مشروع قانون رقم 76-19 وفقوا بموجبين على اتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبدو الإقرارات عن كل بلد المقطع من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019 ومشروع الثاني مشروع قانون رقم 77-19 يوافق بموجب على اتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل آلي المعلومات متعلقة بالحسابات المالية المؤقعة من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019 توصل مكتب المجليز بمراسلة من السيدة رئيسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج تتضمن ملاحظات أعضاء اللجنة حول هذين المشروعين وقد ورد في المراسلة أن كافة أعضاء اللجنة قدموا بعض الملاحظات بخصوص مجموعة من بنود الاتفاقيتين مستحضرين ما أثارته بعض البنود من تساؤلات وانشغالات أبناء الجالية المغربية في الخارج ويعتبرون أن إقرارها على هذا النحو قد يمص بمصالحهم وبالنظر إلى مدخلات الساداء رؤساء الفرق وبالنظر إلى المعطيات السالفة الدكر وبناء على المادة 192 وبناء على المادة 192 يرشئ المجلس يرشئ المجلس مشروع القانونين إلى اللجنة الخارجية والدفاع الوطني إلى حين ويبدو ويرشئ البت بناء على المادة 190 من النظام الداخلي إلى حين أن الحكومة تراجع بعض البنود التي قد تضر بمصالح المغاربة المقيمين بالخارج آنذاك ستعوض بنود اتفاقية التي تؤود إلى اللجنة بالاتفاقية الجديدة ويظل مشروع القانون في اللجنة إلى حين التوصل إلى صيغة جديدة الموافقون على إرجاء البت وإرجاء المص النصين إلى اللجنة جوج إجمع إذا تم الإرجاء البت في هذا نحن في دورنا نقول لك ونصفق لك السيد الرئيس المجلس النواب المحترام والسادة البرلمانيين كلهم باسمه وصفته والسادة أعضاء اللجنة ورئيسة اللجنة الخارجية والدفاع نقول لكم شكرا على إرجاء البت النصص التي كانت وفتدر كنا خيفانين ولكن رأينا شيئا ما أعجبت نقصة نقول لها نحن نحن ليس سودويين نحن نريد نريد هذا البلد ونريد نريد نريد بخير ونريد نريد متقدم تحت القيادة السامية لصاحب الجلالة نصر الله وتحت الحكومة وراء أرغم انتقادنا لهذا الرئيس البرنامان وهذا البرنامان وهذا الحكومة وهذا الأممان تبقى كأشخاص عندنا لكم محبة ومعزة خاصة غيرها لكن الغيرة ونرى الحقراء ونرى الظلم ونرى ونرى نتمنى لكم الخير وتمنى أن نهديكم الله سبحانه وتعالى فكانت هذا النصص الذي سوف تضر بالجال هي المقيمة بالخارج ونرى 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 في غادي أفضل في غادي مستقبل يساء الجميع وخيراته ويستفيد منها الجميع فما زال لدينا أمل لم نفقد الأمل وهذا كله ندينه دائما تحت شعار الله الوطن الملك لا يمكن أن ندوز هذه القضية التي تقوموا استحصلناها وجدنا جميلة وزوينا هذه الحركة التي تقوموا حركة الرجولية أنكم يجمع صوته لن يرجعها جد النصص وما تضروا لماذا؟ استد المليون الجالية التي في الخارج فأريد أنكم دائما تكونوا العجل التي فيها مدرة والأذى للمواطن كيفما كان داخل وخارج الوطن تريته أنتم برلماني الأمة أنتم الصوت أنتم وما تقوموا ما تقوموا فيها أي ساعة وما تقوموا وما تقوموا ما تقوموا سوف نصفق لكم ونخطموا هذا المباشر الخصير أننا نصفق عليكم جميعا ونشدوا على أيديكم بحرارة كل البرلمانيين بكل الأغلبية والمعارضة واللجنة الرئيسة بكل أعضاء نشكركم ونشدوا بأيديكم الحرارة أنكم أوقفتم هذا الجوج من القوانين التي ستسادي عدد كبير من المغربة فالحمد الله لا زال لا أخوف الحمد لله على المغرب سوف تذهب في هذا الطريق و تذهب بداية حسنة إلى موادع التي تكون فيها كلها مشاكل والأدالة المغربة تزولها وقالهم الفرنسيين سبريمي سبريمي وانتخابة ديزا والوقت وانتخابة القرآن موسيقى تماما وانتخابة نحن تحدي وانتخابة بلايات وانتخابة وانتخابة لدى السؤال من المغربة ونحن لا تكون شيئا جيدا سوف نصفقها ونحن لا تكون شيئا جيدا أنتقدوها ونحن عمرنا ما سوف نسكتب ونحن سوف نتراجع الوراء لأننا دائما نقول كلام معقول وموزول وقانوني لا تكون شيئا فيها لخرج النطاق شكرا لكم إخواني وأخواتي شكرا على التتبع شكرا على الفرطاج للمشاهدة المبادئين شاهدوا عبر قناة يوتيوب ديوب ديوبس تيفي